تسعى إيران للدخول في مجموعة الدول السبع التكاتل الأهم في الاقتصاد العالمي والنمو الاقتصادية بدخول ما شأنه أن يعكس على العراق بريكس مجموعة أخذت تسميتها من أول حرف لكل دولة فيها روسيا والهند والصين ومعهما البرازيل وجنوب أفريقيا دول استطاعت وخلال وقت قياسي أن تكون رقما صعبا في معادلة الاقتصاد الدولي وصاحبة أسرع نمو اقتصادي في العالم وفي مسعى غايته إيجاد مساحة اقتصادية للحركة بحرية بعيدا عن النظام المالي الغربي المهيمن وإملاءات مجموعة السبع حشدت طهران قدراتها الاقتصادية متجهة بها نحو هذه المجموعة دول السبع دائما ما استخدمت الدولار والسلع والتكنولوجيا كورقة ضغط ضد دول لا تتماشى مصالحها مع مصالحهم وعلى سبيل المثال سياسة فرض العقوبات بحجج متعددة هي وسيلة تتخذ هذه الدول لفرض إراداتها لكنها أصبحت الآن غير مجدية لأن عالم الأقطاب الآن يعيد تموضعه 40 مليار هو حجم الصادرات غير النفطية التي سجلتها الجمارك الإيرانية كصادرات لهذه الدول حتى الآن خلال العام المنصرم كانت بمجملها تبادل تجاري بالسلع أو المعدات وبالعملة المحلية لكل بلد وفي الوقت الذي تعتبر طهران علاقاتها التجارية مع بغداد كأولوية هل ستسعى لتطبيق ما كسبته من علاقتها مع بريكس لتطبيقه في هذه العلاقة هناك مسعى ضغر في السنوات الأخيرة لجعل الدولار غير ذي أولوية في التعاملات وبما أن دول كروسيا والصين وإيران كانت عازمة على فعل ذلك بدأوا بحصد ثماره عاجلا أم آجلا ستصل كل الدول لذات النتيجة حتى أقرب الحلفاء لأمريكا كالسعودية الآن التي بدأت بتطبيق هذه السياسة من خلال بيع نفطها بعمل بغير الدولار لذا فبالتأكيد بأن بلدين جارين كالعراق وإيران لديهما قواسم مشتركة كثيرة وكبيرة سيسعيان معا لإيجاد أرضية للتعاون فيما بينهما كما تفعل بقية الدول الآن وفضلا عن إيران تسعى السعودية الآن لتكون عضوا في هذه المجموعة في وقت تنوي فيه الأرجنتين والإمارات والجزائر ومصر والبحرين وإندونسيا الإنضمام إلى بريكس كتل وتحالفات جديدة ظهرت على الساحة الاقتصادية العالمية فبعد تراجع هيمنة القطب الواحد باتت الدول تبحث عن مصالح وامتيازات لبلدانها لم تكن متاحة لها سابقا ليكون بريكس أحدها علامة سعودي للرابعة طهران